النرويجيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لحسم توزيع مقاعد برلمانهم المئة وتسعة وستون الانتخابات تجرى بين مختلف التيارات السياسية وبعد ثماني سنوات من حكم رئيسة الوزراء إرنس سولبرغ زعيمة حزب المحافظين التوقعات السياسية تشير إلى أن الستارة سيسدل على استمرار حكم تحالفها اليميني توقعات مدعومة بنتائج استطلاعات الرأي المنشورة أخيرا والتي أشارت إلى ارتفاع شعبية حزب سولبرغ بفضل التعامل الجيد مع وباء كورونا في موجته الأولى ثم تراجعها بسبب سياسات الإغلاق الطويل وتجري الانتخابات وسط جدال بشأن سياسة الإجهاد حيث تعرض التحالف الحاكم لورطة بعد اقتراحه السماح بالإجهاد حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل وتخفيض السن المسموح لهن بذلك حتى 14 سنة وهو ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة